اهلا بكم الى منجز اخبار الان خفض الجيبوتي مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع دولة قطر كما اعلنت السنغال بدورها استدعاء سفيرها من الدوحة وقال جيبوتي انها قررت اتخاذ قرار خفض المستوى الدبلوماسي مع قطر تضامن مع التحالف الدولي لمكافحة الارهاب ومع دول الخليج والدول العربية من جانبها قالت الخارجية السنغالية في تصريح رسمي ان السنغال تتابع باهتمام بالغ الاوضاع في منطقة الخليج وتعبر عن تضامنها الكبير مع دول الخليج والدول العربية بثت جيش الليبي صورا تثبت تورط قطر في تمويل عمليات على اراضيها مضيفا ان قطر حاولت ان تلعب بالنسيج الاجتماعي الليبي وقال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد احمد المسماري ان قطر دعمت متشددين في ليبيا ودع المسماري قطر الى التخلص من عائلاتها من علاقاتها مع ايران والجماعات الارهابية وان تعود الى حضن القضايا العربية هررت قوات سوريا الديمقراطية حصن هرقل التاريخي الواقع على اطراف مدينة الرقة مع غل تنظيم داعش كما دارت اشتباكات عنيفة داخل مدينة الرقة بين قوات سوريا الديمقراطية وافراد داعش تمكنت خلالها قوات سوريا الديمقراطية من التقدم الى داخل المدينة من الجهة الشرقية اعلن قائد شرطة الاتحادية في العراق الفريق رأى الشاكر جودة تحرير قواته لـ 85% من حي الزنجيلي ووصولها الى باب سنجار على مشارف مدينة الموصل القديمة واشر جودة الى ان القطعات تتقدم بحذر شديد اثر قيام افراد داعش بتلغيم المباني والمنازل والشوارع كما تحصن قناصاتهم في المساكن المأهولة بالاسر ارتفعت حصيلة قتل الهجومين الذين وقعا في العاصمة الايرانية طهران الى 13 قتيلا ونحو 43 جريح واقتحم مهاجمون مسلحون ببنادق كلاشنكوف مبنى البرلمان الايراني وفجر احدهم نفسه في الداخل بينما قامت مجموعة اخرى من المهاجمين باستهداف قبر الخميني جنوب ايران حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب طهران بعد الاعتداءات الدامية التي استهدفتها من من يدعمون الارهاب ويعرضون انفسهم ليكونوا من ضحايا الشر الذي تدعمه من جهة اخرى ابدى ترامب تعطفه مع الضحايا الابرياء لاعتداءات طهران التي تبنها تنظيم تحاش الى اللقاء